مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون العراق لا تنتهي حلقاته بالإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة فمعظم المتهمين لا يعرفون أسباب اعتقالهم ويخضعون لمحاكمات سريعة وغير عادلة وأدلة غير كافية بحسب منظمة Human Rights Watch فيما أكد مراقبون على أن هناك نحو 28 ألف محكوم بالإعدام في العالم منهم ثمانية آلاف في العراق ما يشير إلى أن ثمة سلطة قضائية فاسدة خاضعة للأحزاب والميليشيات بتلك الانتهاكات الفاضحة فإن النظام الحاكم يعد نظاما قاتلا بحسب وصف مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حادث ضاري خلال مشاركته في الندوة التي أقامتها الهيئة بشأن سعي النظام السياسي بالعراق للقيام بحملة إعدامات كبيرة للمعتقلين وأضاف الضاري أن النظام الحاكم ارتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد العراقيين بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 كما صلطت ضوء على مدى خطورة ملف الاعدامات في العراق لسيما بعد صدور أحكام اعدام ضد آلاف المعتقلين في السجون الحكومية في مؤشر صريح على مدى الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الحاكمة النظام السياسي في العراق نظام قاتل نظام قاتل مهمته الأساسية القتل لكافة الوسائل السلطات الحالية في العراق تتهرب من تطبيق القانون الدولي الإنساني وهو ما أدى إلى زيادة الاعدامات في العراق بشكل مفرط استنادا إلى محاكمات غير عادلة بدوافع طائفية وفقا لمسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني من جانبها فإن المحاكمة في العراق لم تدن أي عنصر من عناصر القوات الحكومية أو الميليشيات لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان مثل جرائم القتل والخطف وفي ذات السياق أكد مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين أن الدول التي لديها معتقلون في العراق تطالب بمحاكمتهم على أراضيها لقناعتها بعدم وجود شروط محاكمات حقيقية ونزيئة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة عدم تصديق رئاسة الجمهورية الحالية على أحكام الإعدام الجائر